اليوم وصلنا إلى عتبة 878 حالة إصابة بفيروس كوفيد 19 منها ولأول مرة 15 حالة وفات رقم أيضا يابد أن نقف عنده لأننا لم نصل إليه طيلة الأشهر الماضية اليوم 15 حالة وفات 878 حالة إصابة بالفيروس ما هي قراءتك لهذه الأرقام بروفيسور؟ اليوم حقيقة نقول بلي عين متفائلة وعين تبكي أول مرة نلحق الـ 15 وفات في تقريبا جميع المستشفيات تسجل حالات وفيات يوميا هذه أرقام مخيفة يجب أن يفهم المواطن الكريم باللي عنا في قلب الموجة الثالثة عنا في قلب الموجة الثالثة وربما نسميها أيضا تسونامي لأننا الموجة الأولى والموجة الثانية كانت أقل حدة من الموجة الثالثة نشاهده أكثر حالات ضيقة تنفس الحاد اللي راه يجينا في المستشفيات في الموجة الأولى والثانية كنا نستقبل مرضى بحالات خطورة متوسطة عندهم أمراض مزمنة عندهم عوامل خطورة كان الكوفيد يعني بأشكال مختلفة فقدان الشم فقدان الذوق حالات أوجع في البطن إسهال ذيق التنفس نوعا ما لكن الآن هي أكثر الحالات هي حالات ذيق تنفس حاد حالات تستدعي الإنعاش إذن الموقف هو جد مقلق حاليا موسيقى موسيقى